موسيقى يشكل كثير من التكاليف الباهظة التي وصلت إليها إجارات فساتين الأعراس والتي قد تصل لمئات الآلاف ما يشكل عب إضافي مع تراجع دخل الكثير من الأسافة يشكل اليوم فسان الزفاف عبآن يثقل كاهل العريس حيث يصل إيجار الفسان إلى مئتي ألف ريال وهذا يؤثر عليه خاصة وأن هناك متطلبات أخرى للعرس الشباب هذا يوم يعاني من غلاء المهور من الفسادين طبعا بعض الفسادين حتى يوصلين إلى سألين إلى مئة وخمسين إلى المئة وخمسين وكل هذا بسبب غلاءهم والله الشباب يعاني من غلاء المهور فلما حتى حصل الفرصة وخفضوا المهور قاموا لنا أصحاب الفساتين الكثير من الشباب يشكون ارتفاع الأسعار بشكل خيالي حيث أن البعض يتصور أنها تخاط من خيوط ذهبية أو نادرة لأسعارها الغير معقولة كما أن أصحاب المحلات يستغلون مواسم الأعراس لرفع الأسعار ويتعذرون أنها تأتي من معامل خاصة أو تخاط في بلدات تشتهر بصناعة الملابس سعر الفساتين من فستان الآخر ترتفع ليش؟ سعر شراوي يكون فستان مودل علينا غالي شوية يكون سعر يقار ومرتفع طب غالباً من وين تقبوا الفساتين؟ من وين تقبوا الفساتين؟ في تركيا من السعودية طب أغلى الفساتين من أي دولة؟ تركيا طبعاً بالنسبة للتكاليف أكيد يعني هي تكاليف خاصة في ظل الظروف التي نحن فيها والوضع التي نعيشها يعني هي تكلف عبء كبير وعائق أمام العرس لأن العرس يدفع ثمانين ألف مئة ألف إيجر فستان حرام يعني للأفضل يعني أنه يتساعدوا مع الناس يعني بسعر هكذا معقول يخارق للكل حتى أنه تكتمل الفرحة والنفس طيبة وكل الاتجاهات إن شاء الله يواجه الشباب وضعاً اقتصادياً صعباً وعندما يقبلون على الزواج تقابلهم أسعار خيالية لا تتناسب مع الواقع المعاش من مخلفات الأخشاب تمكن أحد الطلاب من أمانة العاصمة من صناعة مجموعة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية قد يكون صنع بعض المستلزمات المنزلية من مواد مدورة أمر اعتيادي أما أن تستخدم هذه المواد في صناعة أجهزة إلكترونية فهذا هو الجديد حيث تمكن طالب في أحد مدارس العاصمة صنعاء من صنع مجموعة الأجهزة الإلكترونية من مواد مدورة اللفات التي في الملف تقطع خطوط مجال المغناطيس ويتولد فيه تيار كهربائي يخرج عن طريق الفرشتين وينتقل إلى المصباح وبهذا انتقل التيار الكهربائي عن طريق الحركة من الملف ومن المجالات المغناطيسية ويخرج تيار الكهربائي عبر السلك أول هذه الأجهزة هو جهاز تحويل الطاقة الحركية إلى كهربائية حيث يقول الطالب عبدالطيف الشرفي إن فكرته بسيطة وتقوم على ما يمكن تسميته بالملف الكهربائي تكون الجهاز من ملف مكون من عدة لفات من النحاس المعزول تلف بترتيب معين وبرقم معين والملف عبارة عن كاراتين مضغوطة مصمغة مصمغة عن بعضها البعض وبها محور من الوسط محور لدورنا الملف إضافة إلى حوامل تحمل الملف من الجانبين وقطعها على شكل حرفيو يثبت عليها المغناطيس إلى جانب فرشتين من الشريط المتري تعمل عمل فرش الكربون نحن نستخدم القطع من خامة البيئة المحلية الذي هي من التالف عندنا خشب تالف نستخدمه عندنا يد التحريك كانت يد التحريك عبارة عن مقبض في رمي السيارة لأنها تالفة فاستخدمناها والذي تثبت عرضها اليد حق التحريك هي عبارة عن مروح حق مطور غسالة ونثبت عليه السير الذي هو عبارة عن خيط عادي من المستخدم في تعليق البطائق ووفقا لمصنعها فإن قوة التيار الكهربائي المتولدة من هذه الآلة تبلغ ما بين 180 إلى 200 فولت كما يمكن تطويرها وجعلها تولد تيارا كهربائيا مستمرا وبفولتية أكبر بيمكننا تطوير الجهاز بزيادة المجال المغناطيسي وأيضا بزيادة لفات السلك وكلما كان السلك نميم كلما كان عامله أفضل وكلما كانت لفاته أكثر ومنتظمة كلما كان خرج تيار منه أكبر وكلما كانت قدرة التيار أيضا عالية كما صنع الطالب عبداللطيف جهاز آخر يعمل بطريقة عكسية أي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية حيث يمكن أن تعمل كمروحة هواء أو أي أجهزة أخرى عن طريق العمل يقول عند دخول تيار كهربائي في هذا الجهاز يدخل التيار الكهربائي من الفرشات ثم يدخل عبر الحلقات في الملف ويدخل عبر رفات السلك من خلال المجال المغناطيسي يعمل على دوران الملف وبهذا تولد لنا طاقة حركية طاقة كهربائية بإمكان المواطن أن نستخدمها كمروح للتبريد إلى جانب هذه الأجهزة المصنوعة من المواد المدورة وهي بقايا أخشاب وبلاستيك ونحاس وقطع من الحديد هناك أيضا هذا الميكروسكوب المصنوع من ذات المواد إلى جانب أن هذا الميكروسكوب مصنعا من مواد المدورة فهو يتميز بكونه يعمل بالبطارية حتى لا يكون قطع طيار الكهربائي عايقا أمام الاستفادة منه لم يعد معمل مدرسة صنعاء نموذجية مجرد معمل مدرسي يتعلم فيه طلاب المنهج التجريبي للمواد العلمية بل صار معرضا يحوي إبداعاتهم تعاني أغلب الأحياء داخل أمانة العاصمة من مشكلة الربط العشوائي فيما يعاني آخرون من عدم وجود التيار الكهربائي سطم بغير سلاح وسرقة في وضح النهار سلوك بات يهدد أهم القطاعات الخدمية وهي الكهرباء أسلاك عشوائية وغير قانونية منازل تعبث بخطوط الأعمدة الكهربائية فبعضها يمتلك الخطين وأكثر والبعض الآخر يتخبط بالظلام في أكثر الحارات يا أخي يشبكو من خطين من ثلاثة خطوط يعني في خط الأن مشتبك عندنا عندنا في الحارة هذا النفس خط واحد وهذا الحار فيها ثلاثة خطوط خط المطار وخط عمران وخط التلفزيون ثمان ثلاثة خطوط يجو يشبكو من ثلاثة خطوط أول ما تفى الكهرباء على الخط هذا يحملوا الخط الثاني يقرحين للفازات الكهرباء من هذا الاتجاه هذا المفروض المجالس المحلي وعقال الحارات والناس الذين في الحارات يرفعوا بهذا كل واحد يشتكفيه بخطه لأنه يتحمل الخط غير طاقفه تجي الخطوط العشوائية يدفع خط عمران ويشبكو من الخط الثاني فيكون الضغط أول ما ترجع خط المطار يصير الضغط على خط المطار حتى أنه يقع انفجار في المحول نفسه إذا حين فيه خط التلفزيون ساعاته بلعوا ساعتين أربع ساعات بس خط التلفزيون بولع أكثر يمكن ما يطفوا لها ساعتين أو أقل حاجة بسيطة في الناس بيقبلوا وكلهم يوصلوا من خط التلفزيون لأنه أكثر ساعات يعني ما يطفوا لها حاجة بسيطة يعني طاق ويرجع يلع متطلبات معيشية ضرورية للمواطن الذي ينقطع نفسه وتشل حركة الحياة اليومية لديه جراء تعرض الكهرباء لهزات مدمرة والتي تتمثل في الربط المزدوجي والعشوائي مما تتسبب ضياع ما يقارب أربع بالمئة من الكهرباء تذهب في مهب الريح فالقانون يعاقب بالسجن والغرامة المالية لكل من تسول له نفسه العبث بالكهرباء لكن يبقى هذا القانون مجرد حبرا على ورقة التوصيل العشوائي بمجرد المواطنين يعني يوصل الكهرباء من غير عدادات وهذا يتسبب في إرمان المؤسسة من قيمة الطاقة المرسلة أو الطاقة المباعة فمثلا الفاقد الآن يوصل في المؤسسة إلى حوالي أربعين بالمئة أربعين بالمئة فاقد تيار الكهرباء يعني مثلا أنا أبيع بمئة مليون أرسل طاقة بمئة مليون ما أتحصل فقط إلى ستين مليون فقط واربعين بالمئة أو أربعين مليون فاقد لا بد من تعاون المجتمع معنا والناس بالإبلاغ عن كل منهم موصل من جهتين أو من خطين أو موصل من غير عدادات حتى نستطيع نقدم خدمة خدمة الكهرباء للناس بطريقة سليمة صلّهم كهرباء قوية ما يحصل هناك انتفاءات كثيرة بسبب العقز قيادة الوزارة والمؤسسة يعني حريصة ولديها توجيهات حازمة على الفصل كل من هو موصل من خطين سواء كان موظف أو قائد أو مواطن الناس يتساوي جميعا في الإطفاع ويتساوي جميعا في التشريف لا يدرك المواطن ثقل الكارثة التي يسهم في صنعها فالعشوائية تدمر محولات الكهرباء التي تكلف طائلا من المال لإصلاحها وانقطاع التيار الكهربائي فهل سيعي المواطن حجم المعضلة وسيعمل على أن يكون نهاية المشكلة وبداية الحل في الوقت الذي يشكو فيه سكان العاصمة صنعا من قلة الحدائق والمتنزهات يقولون أن معاناتهم تزداد مع فصل الشتاء ما يجعلهم غير قادرين للخروج للأماكن المحيطة بالمدينة ويبحثون عن توفير بدائل تصور أن عاصمة كهذه ليس لديها متنفسات وأماكن للنزهة ولهذا عادة ما تكون المناطق المرتفعة هي المتنفسات الوحيدة للناس وهذه المتنفسات تبدو خالية هذه الأيام وذلك بسبب البرودة الشديدة التي يخضع لها مناخ العاصمة والمشكلة في الأمر إنه لا بديل لتلك المتنفسات سوى المنازل والبقاء فيها البعض يجد نفسه مجبرا في الذهاب إلى تلك الأماكن بحكم أنه لا بديل لها والزائر يتحدث عن افتقار هذه المتنفسات إلى الخدمة بكافة أنواعها طلعت هذا المكان أغير جولي تقريبا سنة ولقد طلعت ولا شيء مشغول في عمل فهذا الأفضل رغم أن هذا المكان مش مقبول لكن قدوة الأفضل في البلاد المفروض أن هناك منتزهات بشكل عام تكون فيها جميع الخدمات أما توصلني تطلع إذا احتجت أي حاجة هو الدفت مع معك لا ترجع تضرب مشوار هناك تردي في الخدمات بشكل فضيع يعني هناك دورة مياه ولا سوبر ماركات ولا في أي خدمات لذلك الناس يجسلها في البيت أفضل زرنا أحد المنتزهات الموجودة في شارع الخمسين بصنعة والتي ما أقلها في المكان فوجدنا المنتزه خاليا كما هو في الصورة والسبب في ذلك يعود إلى المناخ البارد هذه الأيام الزبان في أيام البرد يخفوه بشكل متزهد كما تلاحظ الآن ما فيه زبان إلا فيه بقلة تبقى العاصمة الصنعاء بدون متنفسات وبدون منتزهات وحدائق أيضا فإذا ما كنت من سكان العاصمة وتريد الذهاب إلى أقرب متنفس فما عليك إلا المجيء إلى هذا المرتفع المعروف بمنطقة عصر والبقاء بداخل السيارة وتحمل الرياح والبرودة ولا خيار أمام ذلك إلا العودة إلى المنزل وهو حصار من نوع آخر يخضع له الباحث عن متنفس دراسة علمية تكشف أن الجانب النفسي لمرضى السرطان تساعد في الشفاء وبنسب كبيرة وبشكل أسرع من الذين يعانون حالة الخوف والقلق أصبح من المؤكد والثابت علميا أن الحالة النفسية لمريض السرطان من أهم مقاومات شفائه ونجاح علاجه وإرادة الشفاء بداخله تحفز جهازه المناعي حتى يتصدى للمرض فإحساس مريض السرطان بالهزيمة واليأس من الشفاء يؤثر على جهازه العصبي الذي يرسل إشارات إلى الجهاز المناعي ليفرز هرمونات الانفعال والتوتر التي تؤثر سلبا على مقاومته للمرض يمثل الدعم النفسي الأثر الكبير في تحسن الحالة المرضية لمريض السرطان حيث أثبتت الدراسات والبحوث والمحاكاة مع مريض السرطان كلما كان الدعم النفسي الذي يتلقاه المريض السرطان كبير كلما كانت الاستجابة للعلاج أكبر الدعم النفسي يتمثل في كثير من القوانب القانب الروحاني الذي يحتاجه مريض السرطان في كثير من المواقف أيضا الدعم الأسرة الذي يجب أن يحاط به مريض السرطان أيضا دور المجتمع في التعامل مع قضية مريض السرطان ما يقب أن يعرفوا الجميع أن مرضى السرطان ليس نهاية حياة مريض السرطان كثير من المرضى الذين يتعرضون لهذا المرض يتقاوزون هذه المحنة يشفون بإذن الله مساندة مريض السرطان نفسيا يسير جنبا إلى جنبي مع العلاج الجراحي والكيميائي والإشعاعي حتى يستطيع إكمال العلاج المطلوب والشفاء بإذن الله تعالى جزء من علاج مريض السرطان الدعم النفسي والمركز الذي لدي المؤسسة الآن ونحن لدينا مشروع لديه مركز الأمل لعلاج الأورام بأمانة العاصمة لدينا قسم خاص داخل المركز سيكون قسم الدعم النفسي باعتبار أنه طبعا هذا القسم غائب تماما عن علاج مريض السرطان في الجهات الرسمية والمؤسسة تقوم به بشكل جزئي في المراكز التي ترقى فيها مريض السرطان علاجهم لدى مراكز الأمانة التابعة للمؤسسة الحالة النفسية تحزز الإرادة وتوازي الدعم المالي وحتى العلاج للمريض خاصة أن الكثيرون ينظرون إلى مريض السرطان أنه ينتظر الموت في كل لحظة بهذا التقرير وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة نعود ونلتقيكم بمشيئة الله في حلقة الأسبوع القادم اشتركوا في القناة